خلونا ننتقل لخبر الأخبار اللي بنراه يمكن أنا وزملائي كثيرين مش بس في البرنامج مش بس زملائي في الأخبار كل زملاءنا الحقيقة وإحنا عاديين بنتبادل الأراء على واتساب على قرار النهاردة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي نصا يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء وحل الأمن والاستقرار في المنطقة ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء وإنني إذ أعلن هذا القرار أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لو لا هم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بينا كلنا بإذن الله تحيا مصر بإذن الله ده خبر الأخبار لأنه بالطبيعة الحال وكما وضح الرئيس فيه الكلام اللي كتبه على فيسبوك النهاردة إحنا وقفين ورجلينا سبتة لا ده إحنا رجلينا ضربة في عمق الأرض لينا جزور سبتين يا جبل ما يهزك ريح ولا الهوى هنا تقدر تقعد كده تغني وترنم وإنت مبسوط لو إنت مروح بعد شوية على البيت مصر عادة شمسكي الذهب يا سلام عليها بقى الست فيروز النبي لاتشغلوها النهاردة وإنت مروحين يا خبار أبيض على الحلاوة والجمال الريس قال لك كده قال لك المصريين هم اللي عملوا القرار ده بالجهد عملوا القرار بالصبر عملوا القرار بالفهم عملوا القرار بالتحمل عملوا القرار وبدمه كل واحد حياته راحت مش هباء عشان خطر البلد دي عشان خطر هذا الأرض عشان خطر هذا الشعب عشان خطر أنا وحضرتك وغيرنا نقف النهاردة سعداء جدا بإلغاء مد حالة الطوارئ نقف النهاردة سعداء جدا بإن إحنا في جمهورية جديدة نقف النهاردة سعداء جدا بإن إحنا نقدر نقف قدام عواصف اقتصادية بتعصف باقتصديات كبرى في العالم وإحنا بنقول إحنا أده وإدود بإذن الله سبحانه وتعالى بدم الناس اللي راحت وبصبر الناس اللي عايشة على هذه البلد الناس حضراتكم أنتوا السبب زي ما قال الرئيس ودي الحقيقة وده الواقع ما كناش بقينا في الحواضع ده النهاردة